اشتركوا في القناة اهلا ومرحبا بكم في هذا البت المباشر والعاجل من مدينة دالبيضاء وبضبط من امام المحكمة الاستناف بالعاصمة الاقتصادية الاخت ديال الرباب اللي قتلوها عيصابة اجرامية بمديونة منهارة امام المحكمة وكالطالب بالاعدام ديال الاشخاص اللي تسبو في القتل ديال الرباب والخاطيب ديالها وصاحبتها امينة هاد الناس هادو كانوا طالعين المديونة حتى كيتفاجئوا بعيصابة اجرامية خرجت ليهم مصطريق شيراش عنو بالحجر بغوي هربو دخلو في بوطو ماتوا بتلاتة انا لله وانا اليه راجعون اليوم وفي هاد اثناء هادي غاديكون تقديم ديالها 12 واحد اللي تسبو في القتل ديال الرباب خاطيب ديالها وصاحبتها امينة الله يرحمهم والله يوسع عليهم ضيقات القبور العائلة ديال الرباب والعائلة ديال السيموحمد والعائلة ديال امينة يطالبوا بالاعدام ديالها 12 واحد منهم قاصرين اللي تسبو في هاد الجريمة البشعة الجريمة الشنعاء ليهزات المغاربة كاملين هنخليكم مع الاخت ديال الرباب تقربنا من شنو واقع وشنو الرسالة ديالها للناس المسؤولين والمحامين اللي بغيو يدروا الخير لانهم ما عندهم مش باش غد يوكلوا محامي لد القضية كنتمنىو من شي محامي من داوي القلوب الرحيمة شي محامي نازيه اللي يقدر على انه يدخل فات القضية هذي وياخد الحق ديال الرباب وديال السيموحمد وديال امينة اختي السلام عليكم مارك افرادكم بسمعك اخوية باس بسمعك باس بسمعك باس اسنو واقع اليوم مراهة مشينا البرحة يطلنا جادرمية مشينا عندهم ثولنو وش بغيو نتابعوهم قلت لي اه يعني ركيرا عدنا اروح ميتة ماشي يعني واحد اللي وقع اليه شفرة اللي ما قديش تسمح ليه قلت لي قلنا لي بغيو نتابعوهم وثينينا وقالي ان الغدزي والمحكامة غا يديروا التقديم احنا جينا الان بغيو نحضروا التقديم ديالا غا يقدموا المجرمين ماذا تقول أختيين الناس بغيو نتابعوهم بغيت نقول يوم بغيت نقول يوم بغيت نقول يوم من الله ياخد فيهم الحق والديهم ما رباوهم حقا يكونوا رباوهم والديهم بلحاد لا انا نسوف والديهم جيين وشو الذقعة اللي روحوا جيتابعو كيف تشاهدون تصرف الحلقة؟ كيف تريدون أن تقول لهم؟ أنا أريد أن يأخذ فيكم الحق وأنا أريد أن القانون يأخذ لنا حقنا القانون سوف تدخل وبدكي به لنا الحق وكنت من أن يكون على هذا الطريق هذا الطريق يبقى غادي على الحق يبان كل شيء يبان كلهم أي واحد كان يتورط في هذه الجريمة يتسد كان واحد ما يبقى على برا أنا كنت باقي من غير كسر من هذا الطريق باقي ما بينينش يعني في الأول كانوا خمسة شوية؟ شوية ولا ثمانية شوية ولا شوية ولا وثمانية شوية ولا وثمانية يعني الإفعابة كبيرة ومسي أول مرة هادوك يكون دائما تم بزن بالطريق مسي أول مرة شنو كنت طلب اليوم من القاضة؟ شنو كنت طلب بيختي؟ أنا كنت طلب من القاضة أنه يخد لنا حقنا ويعطي أقصى عقوبة شبغينا العقوبة الإعدام والإعدام قليل فيهم را الإعدام قليل فيهم را هم تثبوني موت لجات الأرواح را مش يروح وعدة لجات الأرواح وليس كوم روح وعدة را مش يروح مش مش عزيزة عادة أشخاص عادة ناس موت خلاقهم سيدة ربي أنا بغيت حقهم يبان بغيت ليهم الإعدام أنا كنت من الآن اللي كانوا يسمعوا فيها كامل أنا بغيت وبيين لي نحقنا بغيت لعادة يبان بغيت كل شي يبان بغيت نحق أختي وحقص محمد أخر حاجة قلتني أختي أختي غدا الخدمة وغديد شي أخي رحاجة ضحكت معانا ومشات لبستت ريكو جابتوليها ماما جابتوليها بقي جديد قطعتش كيتات وفرحانة ولبستو ودورت معانا ومشات الخدمة مشات الخدمة خارجة بقيت طالعها لأنها محمد تصبح عمد سيقلت تعشى عندهم تخرجوا لهم العصابة وحتى الأينارة أمونا عادي ما مكنت الأينارة كون كانت الأينارة سيكون قد تكون عصابة تمّا فينا هى الأينارة فينا هما المسؤولين يكين مسؤولين على تمّا حتى دوينا أحد البارح ركبوا ركبوا الأينارة تمّايا ماء كما بنتوش عليدي ركبوا الضوء البرح من يداتنا شما بدوك يركبوا الضوء مركبين يعيش ما قلتوش مركبين ومس حلادي هذك الحفار اللي كينين اللي كيتسبو الحواجي تسير الناس فين كتو؟ فين كتو؟ من كانواد العصابة فين المراقبة على الشارع هذك شارع عام خاص الكاميرات في أي شارع يكون الكاميرات احنا ما بقينا شرحنا في 2023 ماشي في 2000 ومعات 2005 ول 2004 احنا راتقدمنا الانسان خاص يتقدم احنا راتقدمنا وبعضياتنا شبشي دابا بغيت حقشي أنا بغيت حقشي وكنت مننا من الناس اللي يسمعوني يتعاونوا معنا را أخشي لكاتها الزانة را ما كيتشي واحد اللي كان معنا بابا ماشي 2014 ماما ليكاتها الزانة مني كابرتخشي اللي بقاتها الزانة هي اللي كتخدم علينا ماتت الله يرحمها اني احتى الموحامي ما نقيتش وشتير اا ما نقيتش موحامي انا كنت منه لك عن شي موحامي يتعاون معنا يجي ياخذ هذا الملف ديانا ويساعدنا رما كيش لغايدا فعلينا حق شينا ما كان شاعدنا محامي رما حق شي رما غادي شيبان حق شي وحق حق مرحوم الاخرين رما تشوي حد ما غايد يبان لهم حقهم بغينا شي محامي نازي اه بغينا شي محامي يتعاون معنا يباني ويساعدنا عمين اخوي عمين يا ربي اذا مشاهدنا احنا كانت واجدوا امام محكمة السنا في مدينة دار بيضاء العائلة ديال رباب كي طالبوا باقصى العقوبات لهذه الاشخاص المتهمين في هذه القضية هذه رايد يستوي دي الخير الله يرحم رباب الله يرحم من خاطئ دياله ويرحم صاحب تأمينه ان لله وانا اليه راجعون الامور بيد القضاء القضاء غادي ياخذ المزرى دياله وليدار الدنب يسهل العقوبة سنصلوا على نهاية البيت المباشر نلقاكم في بيت اخر ان شاء الله تبقاوا على خير